أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام العدد جديد من حصة المشهد بعض مقار الولايات في الجنوب تبعد مئات الكيلومترات عن التجمعات السكنية فلاستخراج وثيقة عادية يلزمك يوما كاملا ذهابا وإيابا وحتى في الولايات القريبة لا يزال المواطن كذلك يضيع أسابيع من مشاغله وأعماله بين الإدارات كل هذا في الوقت الذي يستخرج فيه المواطن الإلكتروني وثيقة من أقصى العالم إلى أقصاه وعلى بعد ألاف الأميال في ظرف ثوان معدودة وللقضاء على بيرقراطية الإدارة عاهدت الحكومة إلى مشروع ضخم بحجم التقسيم الإداري بما يستهلكه هذا المشروع من تكاليف باهظة ووقت طويل وحتى إعادة النظر في الكثير من الترتيبات الإدارية والسياسية والأمنية قد يزيد هذا الحال من البيرقراطية الحالية بيرقراطية أخرى وتزيد من معاناة المواطن مع الإدارة إذن المشاهدين الكرام لمناقشة هذا الموضوع سعيدوني عن أصديف السيد أحسن بقاقة مختص في شؤون الإدارة المحلية مرحبا بك ويحضر معنا كذلك بل أمين محمد وهو نائب عن ولاية تمرست مرحبا بك ويحضر معنا كذلك الأستاذ لحو العبد الحفيظ أستاذ جامعي مرحبا بك ويحضر معي كذلك محمد أدمي نائب عن ولاية إليزي مرحبا مرحبا تحيي إذن سيد أحسن بقاقة أبدأ بك النقاش أنت كمختص في أشؤون الإدارة المحلية يعني الحكومة من أهم الأسباب التي أدت إلى تقسيم إداري جديد وهو أن القضاء على البيرقراطية الحالية في الإدارة هل أو ماذا نعيب عن تقسيم الإدارة الحالي فيما يتعلق بعلاقة المواطن مع إدارته ويظهر لي بالدرجة الأولى قبل أن نروحوا للقضية العيوب وتقسيم الإدارة نجح ما نجحش يظهر لي لازم نتفهم السعالة ما هو التقسيم الإدارة نعم كان مفهوم وما هو متفق عليه التقسيم الإدارة ماش مجرد قالوا نطلعوا بلديا نبطوا ولاية نفتحوا حدد من هنا نديروا نمسوا حدد البلدية أو الولايات من هنا بالهو منظومة كاملة يعتمد على استراتيجية متكاملة للدولة في تصير أمورها ولازم بالضرورة تكون محدودة الأهداف مش نعرفوا وين راح نروح ووش نقسدوا بتقسيم تعي ووش يلغاية منه ووش أحب ندير في المجتمع حدد كفرها نصير دولتا نعم مش قضية ولاية وزيادة في عدد ولايات وزيادة في عدد البلديات مش قضية زيادة في عدد ولايات والبلديات فقط لأن الأمر هذا قضية البيروقراطية قال المواطنين صعوبة في تنقل في الحصول على الواتيك هذا مع الإمكانيات التكنولوجية المتفرحة حاليين مع المجهودات التي تبدل فيها الدولة في بعض الإصلاحات على بعض الملفات على بعض الإجراءات خادرين تخلصوا منها لكن يبقى التقسيم الإداري وهذا عبر التاريخ والجزائر مش جديد على تقسيم الإداري هذا لأنه الجزائر الحاديثة عرفت مرة تبدوج مراحلة تقسيم الإداري مرحلة الاستعمار نعم ومرحلة الاستقلال الاستعمار وين عاشت الجزائر الشمال والجنوب الجنوب كانت تحضل بتصير للعسكر الجيش الفرنسي وهنا تفهم وش هي أهمية تقسيم الإداري سيتوتين استراتيجي قال راني فيه وقت حرب كذا فيها استقلال تراوات فيها سوسي فيها سولا دونك لازم ندير تنظيم خاص باش نقدر نسير أمري ونواجه التحديات اللي عايشها المستعمر أنا دك وضع هداف ومشا فيها الجنوب تحت تسير العسكر الشمال تحت تسير الإدارة الفرنسية بالطرق الفرنسية على طريق تسير باريس ومرسيليا وما يتبع بعد الاستقلال الجزائر كانت بالضرورة أنها لازم باشتواجه كدولة فاتية باشتواجه التحديات المطروحة في التنمية في تنفيذ القرارات في متابعة القرارات السياسية تحها في تشير أمورها في تقربها من المواطن لازم تدير تقسيم إداري وحدد الأهداف للتقسيمات الإدارية هذه طبيعة الحال كأي تجربة متجارة تتسير لمناجمة بصفة عامة تظهر فيه عيوب تظهر فيه نقائص سنتكلم عن العيوب وعن النقائص مع الأوسياد أو نائب بالبرلمان عن ولاية تمنرسط سيد أبل أمين محمد يعني أوسياد نتكلم عن العيوب والنقائص اليوم سكان ولاية الجنوب كيف ما هي يومياتهم مع الإدارة خاصة وتكلمنا عن بعد مقار الولايات بعد مقار بعض الإدارات عن التجمعات السكانية شكرا نشكر قناة نهار على هذه الاستضافة وفي هذا الإطار يعني إطار تقسيم الإداري هذا الجديد الذي سيحدث إن شاء الله في وقت لاحق إن شاء الله يعني بالنسبة لبعض المناطق الجنوبية في الخصوصي أن هذا الإطار في الوقت الحالي حسب ما نطق به الوزير الأول يعني كان ينطلق من الجنوب الكبير نعم لذلك هذا يعني استبشر أبناء بعض المناطق هذه الاستفاتة يعني استبشرها خيرا ولذلك يعني رايحها تعطي نظرا للمشاكل والنقائص التي كان عيشها أبناء بعض هذه المناطق يعني استبشروا خيرا هذا التقسيم الإقليمي الذي سينشأ إن شاء الله وله يعني رغم أنه يعني ممكن تكون عنده بعض النقائص وبعض العيوب ولكن نستبشروا خيرا هذا الطرح لأننا لسنا يعني لماذا سيد محمد المين يعني لماذا ما هي المعاناة للمواطن لا المواطن يعاني هل تعلم بأن هناك بعض الضوائر التي تتبعد عن مقر الولاية يعني عن المسؤول الأول في الولاية بسبع مئة كيلومتر يعني تأخذ الطائرة ساعة ونصف في الطائرة باش تقدر الحاجات وإلا رحتين بالطريق لازم لك ثلث أيام باش تقدر يعني تتصل بعد إلا كان عندك يعني فيه من أجل حصول على واثقة وكذلك المدرية التنفيذية يعني راية تتبع الولايات لذلك كلما كانت المسافة قريبة تكون يعني قد تعطي فرصة لأنها تكون تنمية يعني قريبة من المواطن وتكون العكسات قرب مقر القرار تريد من المواطن كلما قلت المشاكل كلما قلت يعني الصعوبات وكلما أعطات يعني حيوية في جميع المجالات سواء جانب السياسي أو الاجتماعي والاقتصادي أو حتى يعني الجانب التعليمي بالنسبة للمواطن يعني كل هذه الأمور تصب فيها لذلك يعني ممكن مع التكنولوجيا الحالية يعني يقول لك هذا التقسيم الإداري يعني ممكن كان فيها تكنولوجيات يعني ما يهمش نحن التقسيم الإداري ممكن يعني يزيد يكلفنا أعباء يعني اقتصادية أو الأعباء يعني من جانب المالي بالحاجة ولكن يعني نعرف بأن الحمد لله الدولة عندما قامت بالتطرق لهذه نقطة يعني نضم نظرة لكل جوانب التي ممكن جميل نعم الأستاذ الحفير يعني لو نتكلم كما قال الأستاذ أحسن بقاقة أن التقسيم الإداري لا يعني أنه زيادة عدد الولايات وزيادة عدد البلديات أو تقريب بعض الإدارات مثلا من المواطن ولكنه نظرة سياسية وستراتيجية شاملة لتحسين الخدمة العمومية لتحسين وتحسين علاقة المواطن بالإدارة هل الجزائر اليوم يعني ضد هذه المواطنية تراهينا سيد عبد الحفيظ لحول يعني علاقة المواطن بالإدارة وفي ظل هذه البيروقراطية الخانقة هل نحن اليوم في حاجة إلى السياسة إلى استراتيجية واضحة للتقسيم الإداري أو لإعادة النظر كلية في علاقة المواطن بالإدارة شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أنا نقول أنا نقول إذا كان تكلمنا على التقسيم الإداري وقد أشرتهم في سؤالي من الأول للأخي الزميل تقسيم الإداري الأخير يعني تقسيم لو نأخذ بعين الاعتبار طلبات المواطنين والمواطنات فكل بلدية تطالب بولاية و ليعلم المواطن أن باش ننشع ولاية ولاية صغيرة في أقصى الجنوب الجزائري فاستثماراتها ضخمة وضخمة جدا نقول لهؤلاء الذين يطالبون بهذه الولايات ولسه من أولئك الذين ضد تقسيم الإداري لا بالعكس أنا نشوف تقسيم الإداري هو عملية إيجابية ضرورية لكن ليس بالمفهوم أنني نقرب الإدارة من المواطن نعم كما قلت قبل قليل أن الإدارة الآن في عهد التكنولوجيات الحديثة الإدارة موجودة داخل البيت نعم وهذا يعني ما لازم نعمل عليه نحن في الجيل الثالث والجيل الرابع وسيئتي الجيل الخامس لكن نقارن شوية عيوب ما جرى لنا في تقسيم الإدارة الأخير نعم يعني وين أخذينا بعض الولايات ونذكر مثلا إذا كان السيد ولي ولاية النعامة الأول لازال على قيد الحياة سمعوني نهار موصل للنعامة ما لقاش في ندي المكتب لكن أعلنت النعامة أنا ذاك ولاية هكذا الآن إذا كان باش نتكلم على تقسيم لازم نخلق الهياكل والقواعد وهذه القواعد والهياكل تبنى أولا بالدرجة الأولى تكون عندنا دراسة الوسط موجودة للمنطقة المعينة سنين لازم تكون عندنا دراسة تقنية اقتصادية خصوصية الجهة ما نقولش راح ندير ولاية لأننا نخدم مثلا اليوم نسمع يقول لنا بوسعادة ولاية والعلمة ولاية من شعرف هل وجدنا هذه الدراسة هل عرفنا خصوصية هذه المناطق لأن في كل منطقة كل ما قربنا ولاية ما إلا وثارة طائرة الآخرين يعني في الجهة المجويرة تكلمت عن النعمة نتكلم على برج بغريريج اللي يعني هي من الولاية الرائدة اليوم هذه هي البنتانسية الانديسترية اللي عندها أنا تعرفوا شئي الخصوصيات تشوف الآن ولاية برج بغريريج ولاية حديثة النشأة أنا عندها أربع مناتق صناعية ولاية مثل ولاية باتنا اللي هي ولاية من ال56 عندها منطقة صناعية في الوسط العمراني في الوسط العمراني الآن صبعة محاسرة يعني نقول باللكاين إذا كان نخذينا بعين الاعتبار هذه الدراسات الاقتصادية المحظة أولا لنا نخلق الولاية لماذا باش نقرب الولاية باش نعطي له الباسبور ولا كارت جريز أنا نقول إذا كان شئت ولاية لازم نقضي على البيطالة ونخلق ثروة ونجد يد عاملة مختصة وتكون كل إطارات الإدارية كل إطارات الإدارية والتقنية وما غير ذلك يكونوا من أبناء المنطقة حتى نوفر مناصب الشغل دائمة ثم نساهم في بناء هذه الولاية بناء حسن وبهذا نقول إذا كان نتكلم عن الولاية من أجل تقريب الولاية يعني قرب الولي من المواطن باش يستقبله يعني الولي لما يستقبله نحن نشوف قائد الناحية العسكرية يعني أي قائد نحية العسكرية مثلا ناخدنا الناحية الخامسة فهو في قسنطينة ويسير في عنابة من قسنطينة يسير في بيجاية فالمسافة طويلة وكبيرة جدا لما نشوف مثلا ورق لا بسكرة المشكلة ليست في تتخرب معذرة فأنا نقول كذلك الآن كل هذا يبنى كل هذا يبنى على المادة الرسمية وهو العنصر البشري الأيطار كيف نحذر الأيطار ثم نتكلم الجانب الإداري نعم سيد محمد آدمي يعني أنت كنائب عن ولاية إليزي وزير الداخلية تكلم على أنه هناك لجنة مختصة في الوزارة يشرف عليها الأمي العام لوزار الداخلية تعكف على دراسة هذا المشروع هذا المشروع الضخم جدا يعني بإنعكساته بترتيباته التي كان يتكلم عليه الأستاذ لحول عبد الحافظ هل ترى أنه اليوم يعني من خلال المعطيات الراهنة في ولاية الجنوب ومن خلال هذه الظروف الأمنية من خلال الظروف الأمنية وانتشار تجارة المخدرات انتشار النزوح بعض السكان من ولاية المجاورة هل اليوم الجزائر في ظل هذه المعطيات سيد محمد آدمي في حاجة إلى تقسيم إداري ربما ويبدأ بولاية الجنوب في حاجة إلى تقسيم إداري ضروري جدا بداية سيد الكريم أحيي أهلنا في الجنوب ونحييكم مرة ثانية للقناة شكرا للقناة نهار وإذا أردنا باش نعرج على هذا موضوع تقسيم الإداري فلابد أن نعود إلى الوراج شيئا ما نعم وتقول أن هذه الخارطة الخارطة خارطة الإدارية للجزائر عرفت تحولات هامة تأثرت بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم البوادر هذه تقسيم إداري تأتي من العهد العتماني تقسيم إلى ثلاث مقاطعات وهي بيلك الشرق وبيلك التيطري وبيلك الغرب ومنطقة العاصمة التي كانت تسمى بدار السلطان بعد الاحتلال 1830 احتفظت فرنسا بهذا التقسيم ثم جاء تقسيم البلاد مرة تانية إلى 12 ناحية لإحكام السيطرة نركز على إحكام السيطرة ومتابعة التغييرات للأمنية والاقتصادية في مناطق الجنوب خاصة كانت تحكم حكم عسكري ومدني في المناطق الأخرى و1962 الدولة لازم تمحي هذا الفكر هذا الفكر الاستعماري وهذا الإرسل الاستعماري لازم تمحيه بجعل خريطة أخرى تستجيبه لمتطلعات خدمة وتكريس تكريس لا مركزية وتقريب الإدارة من الموطن أنا ذاك تقريب الإدارة من الموطن أنا يقول إذن رفعت هذه الولايات إلى 15 1963 ثم إلى 31 سنة 1974 ثم إلى 48 سنة 1984 وذلك الآن نرجع إلى عكس الخطة الأولى التي تقريب الإدارة البركزية للأخرى الآن مسايرة التطورات الاقتصادية والتطورات لتنمية المنطقة تنمية المنطقة إذن الآن بالنسبة الآخر هذا الإعلام تقريباً رئيس الجمهورية والمعايير التي وضعتها تركز كانت تركز دائماً على عدد السكان وتركز على الموارد البشرية الآن تغيرت المفاهيم أصبحت تركز على الوضعية الأمنية والبعد والبعد عن الولايات حيث أنه قال أنه لازم تكون ولاية 400 كم البعد بين الولايات إذن نحن نشوف أهمية هذا التقسيم الإداري له أهمية رئيسية في تنظيم هيكلة وتنظيم الخريطة المحلية للأخر بصفة عامة حيث أنه تعتبر القرارات الإدارية التي تخرج عند المنتخبين المجلس البلدي والمجلس الشعبي الولاي ذات تأثير كبير يقدر يوجه بصفة عامة جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الذي يكون في هذه المنطقة وكذلك أن الخريطة توضع على أساس معايير التي هي شساعة المنطقة تحدثنا قليلا سيد محمد آدمي فيما يخص ولاية الجنوب بالنسبة لولاية الجنوب فعلا نحن نعاني كثيرا من التباعد بين الأخر وهي النقطة اللولة وهي شساعة المنطقة تانيا الإمكانيات البشرية التي لازم تكون متوجدة هناك إطارات بيش تقدر تسير هذه الإدارة الشديدة وهذا التحول التي ستصبح في الإدارة سيد الفاضي مدقلة فقط هل إذا كان مشينا الولايات من ولايات الجنوب عديد النشاء هل حضرنا الهياكل لاستقبال هذه الولايات نخذ عين صالح هل في عين صالح اليوم من دائرة نحولها إلى ولاية بينها شيئة المضوعة هل بإمكاننا هل عين صالح قابلة حقيقة نتمنى أن نشوفها في يوم الأيام ولاية لكن نتكلم عن الهياكل إذا كان خلقنا ولاية ماذا نخلق ولاية من أجل البروز والمساهمة في حل المشاكل أنا في نظري كاقتصادي اليوم إذا كان مشينا العين صالح في الوقت الرائم بولاية يعني رح نزيد العبع على سكان هذه المنطقة العكس فيما يخص النقطة يعني يقول إذا كان ننشي ولاية بمناة عين صالح يعني لازم ينظر من الجانب الاستراتيجي للمنطقة هذه أول الجانب الاستراتيجي والجانب الجغرافي وحتى الموارد والطاقات الأمور التي يمجح فيها لأن حتى الدولة لا تستفاد من هذه الأمور هذه الخيرات الموجودة في المنطقة إذا لم تكون هناك تكون هناك استراتيجية التي تعطي أو تساعد المؤسسات التي قد تنشأ من أجل استغلال هذه الخيرات لأنها مؤسسة ممكن يعني مؤسسة من أجل استغلال يعني مثلا في منطقة عين صالح استغلال الخيرات التي موجودة والمدرية انتحها تبعد على مقار المكان أو من أجل إنشاء مدرية خاصة بها من أجل تفعيل أو من أجل استغلال هذه المنطقة يعني تبعد عنها 700 كيلو لذلك حتى المؤسسات هذه تريد أنها هذه المنطقات تكون ومعذر السيد الفرق من هو المتسبب في عدم موجود آليات استغلال هذه الخيرات التي تتكلم عليها كنائب نعم أعطيني مثل من هو المتسبب هل وجود الوالي هو الذي سيساعد لا ماذا الوالي الراجل الأول في المنطقة هو الوالي الوالي والهيئة التنفيذية تعوي وهذا ما يمد الأهمية بالفعل لأنه في الأول لنحضر مفهوم التقسيم الإداري هو مجرد إنشاء ولايات وبعض البلديات وإلا يتوقف على تحديد استراتيجية دولك فرح تصير أمورها كدولة كترمجم سيد أحسن بقاقة لو سمحت نتابع هذا التقرير الذي يتكلم في صلب هذا الموضوع الذي نقشه التقسيم الإداري الجديد بين الضرورة والإصراف ونتابع إن كان هذا التقسيم الإداري الذي تتكلم عليه يصب في إطار استراتيجية شاملة وأنه مجرد إنشاء والسحداث ولايات وبلديات جديدة نتابع التقرير ونحوض تعكف وزارة الداخلية والجماعات المحلية على التحضير لتقسيم إداري جديد سيستحدث بموجبه ولايات جديدة سيما بالجنوب والهضاب العليا في مسعى من الحكومة لتقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمة العمومية وقد تم تنصيب لجنة عمل تحت إشراف الأمين العام لوزارة الداخلية مباشرة بعد التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وستسهر اللجنة على دراسة المشروع دراسة متأنية وموضوعية لتجنب أخطاء التقسيم الإداري لسنة 1984 ولا يجب أن يغفل في التقسيم الإداري الجديد التحديات التي تعرفها الجزائر على حدودها الجنوبية من خلال نظرة استراتيجية لإعادة أعمار مناطق الهضاب العليا والجنوب ليس فقط من أجل دفع تنمية وتخفيف الضغط البشري على مناطق الشمال بل يجب أن يكون في سياق متكامل يهدف إلى تجنب سيناريوهات خطيرة مرتبطة بأجندات تستهدف منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ويرى مختصون أن التقسيم الإداري الجديد لا يمكنه أن يحقق النتائج المرجوة في التقليل من البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية ما لم يرفق بسياسة شاملة لترقية المنظومة الإدارية الجديدة فالمشكل العويص الذي يعاني منه المواطن هو ثقل وبيلوقراطية الإجراءات المتبعة في الإدارة وليس بعدها عن مقر سكنها فلو كان كذلك لا حل الأمر بتوسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة التي تختصر المسافات والأزمنة ولكن الأهم في تقسيم الإداري الجديد هو تبني نظرة شاملة وسياسة مدروسة لإحداث ثورة في الإدارة الجزائرية لتحسين خدمتها وترقيتها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية ولكن الأهم كما جاء في تقرير سيد أحسن بقاقة أن الأهم في تقسيم الإداري الجديد هو تبني نظرة شاملة وسياسة مدروسة لإحداث ثورة في الإدارة الجزائرية لتحسين خدمتها وترقيتها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلي هذه النظرة التي كنت تتكلم عنها قبل قليل بدون وضوح هذه الرؤية هذه النظرة هذه بدون ما تكون عندنا أهداف واضحة وشفافة لأن الحزاب السياسية قاعدت ندي بتعديل دستوري تعديل تقسيم إداري الإداريين يناديوا بتقسيم إداري المواطنيين يناديوا بتقسيم إداري وكل واحد ينظر له من زاويته والمختصين والمختصصيين والواقفين على شؤون الدولة عندهم نظراتهم ثانية سيد باباس من خلال ندوات الاستماع الوطني خرج باقتراحات واسمع المواطنين وشاف عبر التراب الوطني وشاف وش هي النظرة تحمل وشينتظروا من تقسيم إداري وداروت تقسيم ويزارة الداخلية عندها نظرتها وعندها دراساتها ماقولوش راح أدير دراساتها عندها دراسات وإنما قضية قرار سياسي درك هذا كيندي تقسيم إداري مش قضية ولايات وفقط حالي النظرة الحالية المتروحة كي الناس اللي يقولك عندي 86% من سكان الجزيرة في الشمال في حين أنه أغلبية أراضي الجزيرة وتارى وتارى في الجنوب واللي في الجنوب بوضايع بالإضافة إلى الأزمة اللي ظهرت لنا مؤخرة الأمنية ليبيا دول الساحل التحديات اللي ظهرت الدول الأوروبية وأمريكا تهدد باش تدير قاوعد وكذا وكذا وتقسمها بحت الأمور تع السيادة الوطنية درك نظرة حتى تعدولها من خلال مثلا فافوري زيغال السود والهضاب العليا هي يعادة النظر في حضور وتواجد الدولة بالمناطق هذي كاريما لكن عندنا نمشي بالنظرة هذي تأغال تكون عندنا نظرة دات بعد مشي قضية مثلا ندير بلدية وولاية باش علي جنق ما والباسبور والكارت غريز والوليكين هيا وما كانش نديروها باش نعرفو كفاش نستغلوا بلدنا مليح وتروتنا نعرفو كفاش نتصول بطالة نعرفو كفاش نوزعوا تروت للحركة السكانية على مستوى البلاد إذا كان لأنه ندرك ندخلنا في مرحلة دموقراطية وحقوق إنسان وكذا وكذا أسك سؤال مطروح المواطن تعناروا عنده تمثيل بما يكفي على مستوى القاعدة من خلال للمقرات والمجالس المتواجدة حاليا أسك المواطنية كامل كين تمثيل عادل صح كين بلديات وولايات عندهم تمثيل واسع وكين وحيد ما عندهم دونك فيها إعادة النظر حتى في هذا المجدد مشاهدين الكرام إلى مواصلة وامتبعة النقاش حول التقسيم الإداري الجديد بين الضرورة والإسراف سيدة محمد بن لبين توقفنا قبل الموجز الإخباري في سؤال حول إذا كانت الجزائر اليوم حاضرة من ناحية السياسية والاقتصادية لهذا المشروح مما لا شك فيه أن الدولة عندما قبلت على هذا الطرح هي على علم بكل جوانب سواء سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا لذلك هذا الأمر نعطي له فرصة أنه يذهب لكي يحقق الهدف المشروط ما يبقاش مباشرة عندما نسمع تقسيم الإداري كل واحد يقول لك لازم هذه الدشرة تطلع دولة ممكن دائرة معطيات ودائرة أمور ترتكز عليها ليس من جانب الفراغ لذلك هذا تقسيم الإداري له إيجابيته بالنسبة له هذه المناطق اللي ممكن يرحي تحذرها كله نحسب الخصوصية تنتحها يعني كيف يستفيد منه كما قلت اجتماعيا كيف يستفيد منه اقتصاديا تنمويا وكذلك وعندما نجمع هذه الأمور يعني ونحوصل هذه الأمور التي هي يعني حسب خصوصية خصوصية كل كل ولاية التي ستنشأ يعني هذا كله يعني يصبح في صالح الوطن ليس في صالح المنطقة فقط لازم نعطيه فرصة أننا نكتشف ونكتشف ما في هذه المناطق التي هي لأنها مناطق الجنوب يعني مثلا نركز لك في الخصوص على مثلا منطقة ريكلت المعروفة يعني عن صالح نخصلك يعني إليت جي من الجانب الاستراتيجي استراتيجي يعني عندما هذا الأمر يعني اقتصادي عندما إن شاء الله موجود الماء موجود الأراضي يعني الشاسعة يعني مئتين كيلو على المناعة سبعمائة كيلو على طمراسط تلتمائة كيلو على وليت إليزي مئة وخمسين كيلو على وليت أذراء يعني كلها مساحة شاسعة يعني التجربة سبقت في المجال في لحي اللي موجود لأن الاحتياط اللي موجود في يعني بين المناعة وعين صالح يعني الله أعلم ملاي تخين الزاكر يعني يعني على مستوى العالمين في المرتبة الثالثة أو الرابعة لذلك يعني كيف هذه الإمكانيات كيف نستطيع أن نستغلها كما قلت في السابق لازم هناك أمور يعني تسبق عملية الاستكتاف ولا استغلال هذه هذه الخيرات وهذه الطاقة لذلك يعني نستبشر أن هذا التقسيم الإقليمي الذي سيحدث يعني عنده إيجابيات حتى بغض النظر عن الخلفية السياسية والاجتماعية لبعض الأشخاص ولا بعض الأحبين ولكن سيد محمد بلامين نحن نتكلم عن التحضير السياسي والاقتصادي والجو العام لهذا المشروع لأنه مشروع ضخم جدا وليس مشروع صغير فقط سيد محمد آدمي لو سمحت أنه كما قال سيد محمد بلامين بأنه مشروع تقسيم إداري هو يعمل وسيزيد من بعض الأمور يقدم بعض المكتسبات للولايات ربما المستحدثة أو البلديات المستحدثة في المستقبل ولكن مشروع ضخم بهذا الحجم سيد محمد آدمي وزارة الداخلية يعني خصص له لجنة لا نعرف كم متكونة من هذه اللجنة لجنة مسغرة في وزارة الداخلية يشرف عليها أمين العام للوزارة هل المشروع بهذا الحجم تكفي لجنة يعني بوزارة الداخلية تعمل أو كان من المفروض أن يتم تشاور مع العيان تشاور ربما مع مختصين أسادي في العلوم السياسية في العلوم الاجتماعية في الاقتصاد ربما استراتيجيين هل يعني لجنة صغيرة بهذا الحجم تكفي لمشروع ضخ كالتقسيم الإداري سيد الكريم ذوك الآن نحن نقوله باللي يجب أن نعترف أن منطقة الجنوب الآن هناك تحديات كبيرة يقوم بها الجيش الوطني الشعبي وهو مشكور على ذلك هناك شريط حدودي يقارب مئة وستين ألف وستمئة وتسعين كيلومتر على شريط الحدودي لهذا المشتعل يبعد عن ليبيا بمئتين وخمسين كيلومتر ويبعد عن نيجر بسبعمائة كيلومتر ويبعد عن المالي بتسعمائة كيلومتر هذه المناطق كلها مشتعلة ذوك يجب أن نعترف أن الوضعية الحالية هي وضعية أمنية بحتة ولزوما على الجيش الوطني الشعبي بش يتركز ويتمركز في هذه المناطق ولذلك جاء هذا المخطط والقرار اتخذ من طرف رئيس الجمهورية وهذه الإجراءات إدارية وزارة الداخلية ما هي إلا إجراءات كما قال السيد هي أصلا كاينة هذه الترتيبات من قبل مدام اتخذ القرار من جمهورية هذه اللجنة تأخذ مجراءها هل اللجنة هذه كافية لمثل هذا المشروع لا اللجنة هي فضل سعداء نعم ممكن اللجنة تشرف على تحديد أو تحصر المناطق التي يمكن تستفر فيها سواء جغرافيا أو عن طريق المسافة بينها وبين الولايات التي تشرف علىها حاليا أو عن طريق الكسفة السكانية وأمور أخرى لذلك هذه اللجنة ورشاة سيد محمد بالأمين ورشاة مثلا شاركوا فيها مختصين في هذا المجال الإقتصادي كما قلنا تكون في اللحق تكون هذه الأمور يعني ممكن لأنه مش قرر نهائي هذا يعني هذا مشروع هذا مشروع يعني رأى في محل الدراسة يعني صرح به رئيس رئيس الجمهورية في مجلس وزارة وغالك برنامج 2015 يعني معندها هو الإشكال المطروح حاليا هو في دخامة المشروع في حداته وما يطلب إمكانيات مادية وعلمية ومالية وما يتبع وعلي هذيك أنا نمشي مع فكرة اللي طرحها رئيس الحكومة الوزر الأول سيس اللال وغالك نمشي مرحلين هذا هو أفضل حل حاليا بهم ما نتسرعوش وما نتفاداو الأمور اللي كما قال الأخ قبيل أستاذ نقول لهم ندخلوا في متاهات نتع صعد عن طريق يوم نحضر روحنا لأن الشمال إذا كان فيه ترتيبات أخرى الشمال لأن الإمكانية البشرية في حداتها لا يشي بالسهل لتوفر المختصين في الإدارة في الصحة في الترضية في التعليم في الصناعة في كذا سيد لحويل عبد الحفيظ ربما سؤال الذي يطرح نفسه في هذه النقطة بالذات فيما يخص علاقة المواطن بالإدارة الحكومة تطرح مشكلة تقسيم الإدارة على مسوايات الدنيا في البلدية والإدارة والولاية ولكن ربما المشكل أعمق ربما المشكل هو على المسوى الكبرى على المسوى الوزارة على المسوى ربما الوزارة الأولى ربما حتى على المسوى الرئاسة يعني نشوف أنه اليوم في الجزائر ليس هناك استقرار فيما يخص المسؤولين أو السلطات المركزية في الوزارة في كل يوم تعديل وزاري في كل يوم وزير جديد برؤية جديدة بذهنية جديدة الوزير الذي يأتي ينسف الإنجازات ربما ويعيد النظر في الإجراءات التي قام بها الوزير سابق لماذا الحكومة تنظر إلى هذا التقسيم الإداري وهذا المشروع فيما يخص علاقة المواطن الإدارة على مستويات الدنيا فقط لماذا لا ننظر إلى التغيير أو ربما تحسين في علاقة المواطن بالإدارة على المستويات العليا طيب سؤالكم سؤال وجه سؤال في محل والإجابة سهلة عوض أن نتكلم على التقسيم الإداري والدخول والخروج تقريب الإدارة من المواطن يخضعه إلى شيء واحد علينا أن نقوم بثورة داخل الإدارة الجزائرية وإبعاد الرداء منها العدو العدو للمواطن هي الرداء وفي نظري أن الرداء تتولد البيروقراطية وعن البيروقراطية تتولد الرشوة وعن الرشوة يتولد الفساد وعن الفساد يتولد فساد خلاق الأمم إذن إذا كان الدولة بغية تقوم بهذا الهيكلة وهذا العرس الكبير ما لها إلا تقوم بمجهود معاربة الرداء وقضع جذور الرداء من إدارة لأن الآن الرداء في الجزائر متجدرة على كل المساويات وهي العائق الأول والآخر بالنسبة ما يجري في الجزائر اليوم هذا بالنسبة إليه فكان هذه نظرتي إلى هذه الزوبعة وهذا الكلام أن يحترم دولة الوزير الأول يقول نمشيه مرحلين ماذا يعني بكلمة مرحلين فخمس سيد رئيس الجمهورية في العدد الثالثة رفقناها في زيارته كان يقول ما فيش ولايات فيه نمشي في ولايات منددبة يعني نعطي السيد رئيس الدائرة منصب ولي إذن هذا هو بأكثر صلاحيات ربما لكن الصلاحيات لما نقول والي منتدب ما هي صلاحياته إذن الوالي المنتدب ما هو إلى رئيس دائرة برتبط ولي نعم هي نفس الإدارة نفس الأجهزة المركز نحن شفنا هذه التجربة في جزائر العاصمة فعطت في لم تغير شيء يعني لا شيء نعم لأن الوديتيبي ما زال على مستوى الولاية والديمي ما زال على مستوى الولاية ومدير السيحم أنا نقول إذا كان بغير نمشيه في تقسيم إدارة صحيح لازم نمشي في استشارة علمية أكاديمية نحن نبني استراتيجية هذه إخواني تكلموا على الجنوب أنا مع معاناة هؤلاء الذين يقطعون المسافات الطويلة لماذا قطع هذه المسافات لأن هذه الردعة المتواجدة من وراء هذه المكاتب هذه المناطق النائية هي التي تجبر هذا المواطن البسيط الذي يأتي بمسافات طويلة جدا لقضاء حاجته نحن وعليه اليوم نقول بيترين وصول السؤال ما تروح نفضل نفضل تروح لمباشرة للسؤال اللي لازم نطرحوه صح هل ما هو هذا السؤال هل حالين السلطات البووار والويمان يديس بوزي يعني عنده استعداد باش يتخلى على مركزية السلطة نحن باش نفكر كل مشاكل تعال البيروقراطية وكذا وكذا من ضمن النتيج تقسيم الإداري هو قضية نفسه الساعد السوريين في صلاحيان سلاتي لهذا سؤال سلاتي لهذا سؤال سيد أنا نقول لك أنا بالنسبة لي وعز بالتجربة المتواضعة التي قلتها في تقسيم الإداري أنا نقول إذا كان بغينا نمشي في تقسيم إداري صحيح و نبني بهم وستقبل الأجيال أنا بني بمستقبل الأجيال مش مجرد شعار أو إسكات أصوات هنا وهنا قطع الطريق وغير ذلك أنا طالب لا ما لازمشي يكون شعبوي سيدة لا ما لازمشي يكون قرار شعبوي وكذلك هذا التقسيم الإداري لم ولن يكون له إيجابيات إذا كان ما تمشي عن طريق الاستشارة القائدية الواسعة باش نفهمهم لي لأن لما نقول نروح المنطقة أي دائرة رعاوية ونخلق فيها وليها إذن راح نقضي على هذا الثروة من باب الإدارة سنجيبها إياك ونخلق مشاكل أنا نقول إذا كان بغير نمشي في تقسيم إداري ويكون ناجح على المدى البعيد بستراتيجية كاملة إذا كانت كلمنا عن الجنوب الجنوب حاجة استثنائية جنوب نحن كنا دائما وابدا ننادي ونطالب بتعمير مناطق الجنوب وبالأخص مناطق الحدودية سيدة سيدة لحسن لو سمحت لو سمحت يعني حتى نربط الكلام سيد لحو العبد الحفيظ نقطة مهمة يعني إذا كان نريد أن نذهب في تقسيم إداري الذي يصلح للأجيال القادمة هل اليوم ضروري أن نعيد النظر في صلاحيات كما كنت تقول مثلا مركزية القرار نعيد النظر كذلك في صلاحية البلدية في صلاحية الدائرة في صلاحية الولاية ربما في علاقة الإدارة مع الإدارة مع علاقة البلدية مع الدائرة في علاقة الدائرة مع الولاية في علاقة الولاية مثلا مع الوزارة مع سلطة القرار بالضرورة إذا كان عندنا تصور مستقبلي واضح شفاف ديمقراطي إنساني بالضرورة هذه المعطيات كاملة لازم نعقده لأنه كان علومة بسيطة بركة تقسيم الإذارية والبلدية وما البلدية في العادة الاستعمارة كان عادة البلدية تكسر على الاستقلال الحالي ب31 بلدية كانت 1700 وكذا كان عندنا 1540 بلدية وبالتالي ما حتى عادة البلدية وما وش الروح وانا نفضل انه انطرحوا نسميوا الأمر بمسميتها ونروحوا للصح هل فيه استعداد فعلا لدمقراطة المجتمع الجزائري واحدة هل فيه نية نية صحيحة وموضوعية باش نروح اللامركزية تتصير هل فيه نية باش نمدوا السلطة المحلية للمجالس المحلية المنتخبة ديمقراطيين وبالتالي نزيد منصعوا في صلاحيات البلدية لأنه كي الناس اللي يطرحوا يقولك علاما ديشن ديكوباجا دميستراتيفا الأوروبيان كي الناس اللي يقولك دوك حاليا فرنسا حاولوا يديروا ديبا فيما يخص يعادت نظر لأنه الإزمات فرضت عليهم باش يطرفوا المقطة هذي ميكيل اللي يقولك دوك تروح اللي بي أوروبيان مثلا لو كان لإسبان ولا لإيطاليا ولا دول بخلف تصيب البلدية الصح ميماريس البلدية عندو لستاتيو عندو لفري بووار دارساته والتجاراته والتعاملاته كل ما يكسب في حياته وما يعيشه بالضرورة إما يبدأ بالبلدية إما ينتهي في البلدية وبتلع اللي هلاء كتبوا على روحنا وعلى ما نمدوش كاريمو لبوفار لكوليتيفيت اللوكال اللي هي البلدية يخويا ونديروا الترتيبات نتعى الرقابة تحا وكي نديروا بلدية نديروا في المستوى وندوطيوا فيك الموياه لأنه في الكود كومينال اللي حالي نرى لنا نسمعوه يقولك إعادة لازم نزيدون عاودون نظر فيه عذا ما با عندو كلك نا كلك من اللي دميل من اللي بدأ ديجان ناس تحوص عليه لأنه نورمال مون كي تمد مهمة البلدية لكوليتيفيته لوكال باش سير أمر من أمور ولا شأن من شؤون المواطن العادي الباسيط في حياته اليومية من دوطيوا في الموياه نسيسار احنا قدرنا بلدية وطيشناهم هكذاك ما عندهم مني بريزون شارج ما عندهم مني فينس مون ما عندهم نعم سيد أحسن بقاقى ياخي يعني وصلنا إلى نقطة بأنه اليوم ضروري نعيد النظر في صلاحية البلدية لأنه البلدية هي ربما الرابط الأول بين المواطن والإدارة حتى نثمين هذا النقاش وصلنا لأنه اليوم ضروري نعيد النظر في هذه العلاقة ربما أو صلاحية البلدية سيد بل أمين محمد هل ونحن في هذه النقطة من النقاش يعني نذهب مباشرة إلى زيادة عدد البلديات وتقريب البلديات مثلا من المواطن ونبقى في هذا التقسيم الولائي وهذا التقسيم الإداري فقط نضيف بعض البلديات أو البلديات الكبيرة أو التي لها حجم سكاني كبير نقوم ببعض التقسيمات حتى لا نذهب إلى تقسيم إداري بهذا الحجم ولايات جديدة ربما مئة ولاية أو ربما تفوق بمقراتها وبإداراتها وبكذا هل ربما نستطيع أن نتحايل أو نستطيع في هذه الفكرة أن نذهب إلى تقسيم بلدي مثلا نضيف عدد البلديات ونقرب البلديات من المواطن ونرتاح من تقسيم إداري بهذا الحجم حتى لحد الآن الأمر الذي سيحدث والناس ستجري من أجله هو المعروف أنها تقسيم الإداري فيما يخص الولايات لم يذكر مزال في مسبل الدوائر والبلديات ممكن في المستقبل لكن نحشر كل بلديات ودوائر وولايات في مبعضها ها نحن غير تقسيم الولايات كما كنا نسمع من الأساس عنده بعض الخلفيات وعنده بعض الأمور لذلك نعطي القرار تخزم بهذا الأمر أن نرتب أمورنا في مجال الولايات من أجل أن أعطاها فرصة لهذه المناطق أن تنتعيش ولا أن تتحرك ولذلك يأتي في مبعا لماذا نذهب إلى المستوى البلدية لماذا نذهب على المستوى الولايات لأن الولايات هي كما قلت لأن الأمورяниات مركزة على المستوى العاصمة ولكن الوالي هو الشيخ يعطي يث Nee لذلك عنده كل الصلاحيات أن هذه الأمور نملأ من الأصابة ما يمكن لذلك الولايات يأتي صلاحية المرأة لذلك يخف على حسب حسب مشاريع وأصاب لأنه ينعاش البلدية المتوجدة لأنه هناك من ناحية المشاريع ومن ناحية تقسيم الصروة والميزانية الميزانية على الولاية بنسبة لبلديات حتى البلديات التي لا يوجد مدخل فيه توازن وفيه تخصيص من بعض الميزانيات من أجل إنعاشها وإعطاها سرعة الولاية هي التي تقوم بعملها سيدة حسن بقاقة طرح سيد محمد بن أمين لأن المواطن تأكد حياته اليومية من صابح المساء مع البلدية ونفضل ما نشي خضيص ضد الولاية ولا مع الولاية لأنك تعود كينا أقراب السبس باش نمد السلطة البلدية كجماعة إقليمية وعند هذه الممالية مستقلة وكذا وكذا على حسب تحديد نفهمها في قانون البلدية ما دي نحتة إيش كان الولي كولي قدر يحكم من الشرق الجزيري كان بشخص نعم ميش بالضرورة كم الوزير ميش بالضرورة يكون عندي ولي في كل أربع بلديات ميش بالضرورة بصح بالضرورة أنه إحنا لأنه المجتمع روي طالب باش تكون عنده باش يشارك في مصيره يمد رايو وحن حالين المشاكل المطرحة في المجتمع الجزيري كم سيدي القاضي لو نأخذ المثال فقط تندوف كم عدد دوائرها وكم عدد بلديتها ولي تندوف دائرة واحدة وثلاث بلديتها دائرة واحدة وثلاث بلديتها إذن على رأس الموالي هل حلنا المشكلة تعدين دوف ميت حلش المشكلة تعدين دوف لا رغم أنها ولاية حدودية ولاية يعني من المفروض تكون مقر قيادة قيادة نهاية عسكرية عايشين فيها البوليزاريو عنا فيها مشكلة العدود هل سيد ولي ولاية تندوف استطاع حل مشاكل الولاية وثلاث بلديتها ثلاث بلديتها وضائرة يعني هل كان تقريب أكتر من هذا والي على رئيس دائرة واحدة وثلاث بلديتها أولاك فيه يعني يتحصل بالنسبة لي يعني للصابق فيه دائرة ما أقولش كل شيء ما أقولش كل شيء ما أقولش ما أقولش ما أقولش ما أقولش خلينا خلينا نصلك الفكرة أنا نقول لك إذا كان باش نمشي في تقريب الإدارة من المواطن بالفكر السياسي فهذا خطأ نعم إذا كان مشينا من أجل تقسيم إداري من أجل خلق مناصب شغل والثروة والقضاء على البطالة والقضاء على الأفات لأنني أقول لك في بعض الحالات في بعض الحالات وجود ولاية جديدة في منطقة ما حسب الخصوص فهي نخمة وليسة نعمة معذرة نقول لك معذرة خلينا نكمل خلينا نكمل نعطيك باختصار سيد لحول الآن نحن عاشينا عصر العولمة هذه العولمة الزعبة اللي في نظري يعني نعتبرها هو استعمار جديد بأقل تكلفة مادية ومالية في نفس الوقت أنا نقول لك الآن وجود عناصر لما رأتعلنها لأولاية يعني بطبيعة الحال رح يكون عندك خاليد في المجتمع المحلي تاعك يجيوكم مقاولية رجال أعمال من شعر رح يكون في خالط إذن رح يكون دخل جديد على الثقافة المحلية وبالتالي يكون فيه تضارب وتناقص نعم في الحقيقة هي لازم انتبع الإجراءات القانونية لخلق هذه الولايات باش ما نفوتوش من الولاية إلى البلدية هي الإجراء الأولي اللي هو المادة العاشرة من القانون الولاية 12 سبعة يقول باللي تخضع كل تجديد لحدود الإقليمية للولاية بقانون والقانون هذا يصدر عن طريق رئاسة الجمهورية وبالتالي إذن البلديات هذه كي نرجع للعيوب العيوب خلق بلدية أكبر عدد من البلد هذا مشكل كبير يتولد عنه عيوب وموارد مالية كبيرة أنا نفضل الفكرة نتعلم الأستاذ اللي يقول باللي نفتح نقاش للأكاديميين ما هوش للأعمة الأخرى لأنه كان قانون وكائن إجراء تقني لهذا لازم الأكاديميين هم اللي يعطي الفكرة الحقيقية تحولنا بالدررات ما المشكلة للمناقشة الدستورية لأنه قضية تقسيم الإدارة رائفة في المسودة على الدستور والسؤال مطروح أسك البرلماني حاليا لأنه ندرك أسك البرلماني نديره للنقاش هذا العمل الأكاديمي وإلا نديره لأنه في المسودة الدستور إذا سمحت سيد أحسن بقاقة إذا سمحت يعني نشوف الآن رأي أستاذ في العلوم السياسية فيما يخص الموضوع الذي نناقشه الأستاذ الدكتور يوسف بن يز وهو أستاذ العلوم السياسية بجمعات برنا حتى نرى يعني رأي الأساتذة في العلوم السياسية لهذا الموضوع يقول أنه أعتقد أنه وحان الوقت لإعتماد معايير عقلانية ذات مردود اقتصادي في التقسيم الإداري الجديد فبدل تفتيت وحدات إقليمية قديمة وخلق ولاية جديدة يجب إعادة دمج بعضها وفق أسس اقتصادية تمنحها صفة أقطاب امتياز متخصصة في الصناعة مثلما كان يقول أستاذ لحو العبد الحفيظ أو زراعة أو تجارة أو سياحة وغيرها هذا الأمر سيسمح بتعزيز الحكم المحلي واللا مركزية في اتخاذ القرارات ومن شأنه أن يؤسس لبروز جهوية إيجابية منتجة للثورة للثروة ويعيد تنظيم الوعاء الضريبي وتحكم فيه كما يحقق النمو المتوازن والاعتماد المتبادل بين المناطق والجهات هل هذه النظرة التي تنظر إليها سيد أحسن مقاقة بما يخص تقسيم إداري طب 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 إذا كان حاب ننجح لازم نحدد أهداف ونمشي فيها وندي لها الترتيب نتحق هذه الأركان والمقاييس كما كان يقولك ساعة الإقليم والبعد وكذا هذه تدخل في إطار الأركان التي يهضر عليها الأستاذ باش نقدرون نقوله هذا مؤهل باش يكون إقليم ولا لا صح هذه تجيني بعد ما نقرر ما نتخذ القرار أولا أنا رح نمشي في التنظيم المجتمع تاقي الدولة تاقي من حد لا أهداف أسكن ننطلق من قواعد ولا من أهداف من أولويات معينة أمنية اقتصادية اجتماعية جميع لكن رح ندي سيدي وحنا البرنامج اللي مرح يخلص علينا تعسكن لكل خطر مليون ساكن زوج مليون ساكن مشكلة محلول هيا أخويا هل تبدلوا السكان نديوا نترانسفير حتى المعايير القديمة سيد يعني الآن ظهر معايير جديدة ربما سيد أحسن أبو خاقة حتى المعايير القديمة التي كنا نتكلم عن المساحة وعن عدد سكان ربما هذه معايير 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 تمتد لجهود المتحل السينات البداية أيام الاستقلام كنا في حرب كانت نضيب ماء خرجنا من حرب الفرنسي هربوا يظن أبندون إلى بيرو إلى باست خلوا لها البلاد خاليا بخلوا لها الرجال اللي كانوا وقفين لوقتها تتاخدوا تحدوا تحدوا بوهل قوين فورميول باش ينظموا المجتمع ويضمنوا أمور محدة في دماغهم هما عنده أهداف يحوص يصليها قال أنا لازم يتقارر نتاخدوا في الليل السباح يكون في الميدان قطير التنظيم اللي يتلائم وهذه السياسة وهذه العقلية هذه نعم درجنا دخلنا في عصر جديد معطيات جديدة خصوصيات جديدة كان خصوصيات أمنية ومعطيات أمنية جديدة كان معطيات اقتصادية جديدة كان أمور كان شماج كان كذا وكان إمكانية مالية عند الجزائر نعم لازم نعرف وكيف نوضفوها في هذه العملية هذه باش نروحوا البعيد وكان قررت نعم سيد حسن بقاقة نحن في نهاية الحصة لم يبقى لنا كثير من الوقت أريد أن أخذ رأي سيد محمد بن لمين الذي هو يدافع عن أن تكون ولاية عينصا يعني منطقة أريد فقط أن أقول بأنه فيما يخص مختصر لما قال سيد حسن بقاقة وهو مختص في شؤون الإدارية المحلية أنه اليوم لا يجب أن ننظر إلى تقسيم إداري على شكل أنه سيحل مشكلة بيروقراطية اليوم يجب أن ننظر إلى تقسيم إداري بنظرة أخرى بنظرة شاملة بستراتيجية أخرى بوفق ما تطلبه المرحلة الراهنة ووفق ما تطلبه ربما العولمة التي تشتاح اليوم والجزائر وكل الدول هل نستطيع سيد محمد بن أمين أن نحل مشكلة مثلا عي صالح التي أنت تعرف مشكلها بالتدقيق هل يمكن أن نحل مشكلها الإدارية عن طريق التكنولوجيات الحديثة اليوم المواطن مثلا في الجزائر يستطيع أن يستخرج أي وثيقة حتى من الولايات المتحدة الأمريكية بزرط هل يمكن أن نحل مشكلة البيروقراطية ومشكل إدارة في عين صالح مثلا بالوسائل التكنولوجية الحديثة والله في الصراحة ممكن يكون لها دور في هذا الإطار ولكن لا نستطيع أن نحل هذه المشاكل نظرا حتى في وسائل الاتصال فيها مشكل عدة حتى لكي تكون هذه الأمور تعطينا نتيجة لازم يكون هناك وسائل قبل العمل لذلك هذا التقسيم ممكن يكون في الإطار يكون إيجابياته أكبر لأننا لا نستطيع أن نسوق هذه اللحظة لدينا خيار الخيار الذي نراه صائب هو هذا التقسيم الإداري منح هذه المنطقة ولاية من أجل نهوض بأمرهم سيد لحول عبد الحفير نحن في نهاية النقاش ممكن تعطينا حوصل على هذا النقاش ربما كيف ترى التقسيم الإداري ربما رأيتك ربما دحوة أنا الرؤيتي أن أيد ما قاله الأستاذ بالزمين جامعة باتنا وأنا شكرا له التدخل المكتوب نقول في نفس الوقت أنا متمسك بالرأي القائل علينا أن نمشي لمحاربة العدو اللبيب للمواطن الجزالي اللي هي بيروقراطية لا اللي هي الرداء المتجدرة في الإدارة التي ولدت البيروقراطية هي التي هي أسباب كل الآفات الموجودة مع ذلك يعني ثانية نقول إذا كان أردنا أن نمشي إلى تقسيم إداري جيد وللمدى البعيد علينا أن نبنيه بالأسلوب العلمي الأكاديمي نعم سيد محمد أدمي كلمة أخيرة أنا مع الطرح تعال أستاذ بني وهو ما جاء أيضا في برنامج الموزير الأول رئيس من خلاله رئيس الجمهورية برنامج الحكومة وهو خلق مناصب الشغل وإنتاج الطروة وتسجيع الاستثمار في قطاعات الفلاحة السياحة والأخر وما يجرنا إلى أن يجب أن يكون تعديل قانوني وإعطاء فرصة لرؤساء البلدية أكتر لأننا رئيس البلدية رهيسية يعطى أكتر صلاحيات لرئيس البلدية يسير مجموعات وعن علاقات وعقاءة وعقاءة وطيدة بين الشعب ورئيس المجلس سيد محمد بالأمين كلمة أخيرة بالاختصار يخليك الوقت في الأخير نؤيد الأستاذ تقسيم الإداري هذا تقسيم الإداري يولد عنه أنها فتح إعطاء فرصة للتشغيل فرصة في الجانب الاقتصادي كما قال الأستاذ ثاني من باتنا أمورها كلها تلخص في هذا الإطار وهذه الأمور توفر فيها هذا التقسيم الجديد بالنسبة لبعض الولايات توفر فيهم كل هذه قالها الأستاذ والأستاذ أدرى منها سيد أحسن بوقرة أنا نفضل للمشي الحساب بالطرح كما قالوا الإخوة هو أن نمشي بتريوت ولو مرحلي ونفضل أنه تكون الأولوية للجنوب والهضاب ونفضل فيما يخص الشمال على الأقل باش ننخلقوا نوع من التوازن اجتماعيين اقتصاديين وكذا ونتمكنهم باش نأمنهم ونستغلوا التروت مختص في شؤون الإدارة المحلية شكرا لك سيد محمد بلامي نائب عن ولاية تامنرست الشكر موصول كذلك لسيد محمد أدمي نائب عن ولاية إليزي وكذلك الأستاذ لحوال عبد الحفيظ أستاذ جميع مشاهدين الكرام إلى هنا نكون وقد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة مشاهدة طيبة مع برامجي قناة النهار وكالعادة على المحبة نفترق وعلى المحبة نلتقي سلا الناس اللي قاعدة تنادي على تقسيم الإدارية مش من باب النقمة والباسبور والاكارد إدانتيتي فيها فيها أمور نعم وإحنا درك قضية ضمان وتفدي العيوب تقسيم الإدارية 84 وال74 وإلا نحددوا الاستراتيجية أنا مبخيناش قال في استراتيجية حرب لأننا في استراتيجية بناء وتعمير نحددوا هذه الأهداف هذه وتكون واضحة وبالتالي نجدوا نتدرجوا ونروحوا الأركان الأركان اللي تبنع لها الوحدة الإقليمية لأنه خذيت نقولوا الولاية توفر على مقرات وما توفر سوى توفر على سوسوسولة هذه تدخل فيه أركان الوحدة الإقليمية اللي الشروط تحالي لازم بالضرر تكون موضوعية ما نعيشوش نفس التجربة نتعال نخليوا اللي كومين تعني كامل ديفي سيتار ونخليوا الموطن تعني يفقد التيقة والميرفق العام تعال دولة يعني تعوجت دولة في حداتها قال لني درت اللامبات عليك لاراش بيبليك بصحصية نتعال حول اللامبات عليك اللي يبدل هالي البلدية ما عندوش المير كان رؤساء بلدية السلاك نتعو ما عندوش السلاك ما عندو لأنه البلدية ما عندهاش مداخيل نير رح حدت الدولة تقول لك ندير مرفق بصح من بعد المرفقة موجود من خلال الكلام حسن بقاقة سيد محمد باللمين يعني يدعونا الكلام إلى هل جزائر حقيقة وفرت الجو والبيئة المناسب اليوم السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية ربما لذهاب إلى تقسيم إداري بكل بهذا الضخامة المشروع بهذا الثقل وحجم المشروع هل وفرنا الإمكانية المالية المادية وإحنا الجزائر خاصة أن الجزائر كما قلنا في البداية أنه مقبلة على ربما أزمة اقتصادية يعني العالم مقبلة على أزمة اقتصادية وهذا المشروع يتطلب أموال نعم أموال نعم تكليف باهضة جدا سيد محمد بلمين سيد محمد بلمين لو سمحت أسمع منك الجواب بعد الفصل الإخباري يقولون بأن هناك موجز إخباري مشاهدين الكرام نتابع الموجز الإخباري